السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم شبابة عمليين ايه? ربك مغفر وكيسين. ان شاء الله هنراجع على المحاضرة دي. ان شاء الله تكون محاضرة سهلة وسالسة. ونحاول نلمد ان كلها في عشر دقيق ان شاء الله. اه قبل ما نبدأ في حاجة ريتنا ندعي لزماننا بالرحمة والمغفرة. اه المحاضرة دي بتبتدي تتكلم عن بتتكلم عن اربعة منو اسد زي اللي هو الجلوتاميك اسد الجلوتامين الاسبرتك اسد الاسبرشين. نبتدي نغطي سبع نقط في كل واحد منه. هو اسنشال ولا انا ان المصنيع بتاعه الاهمية المشتقات بتاعته. وفكرتك بحاجة اسمها الترانس امينيشن اللي هي عملية اه عملية اه عملية اه عملية اه تم فيها تفاعل بين حمضين احد عدوم اميني والاخر كيتوني. والعملية دي اه دايما بتكون عكسية يعني بتحصل في الاتجاهين. تعال انا ابدأ با اول حاجة معنا اللي هو الجلوتاميك اسد. احنا قلنا ان الجلوتاميك اسد ده هو نان اسنشال. نان اسنشال يعني انت جسمك بيصنعه فمش مطالب من حضرتك تأكله من بره من مصادر الخارجية. طيب بما انه هو نان اسنشال بيتصنع يعني بيتصنع في جسمك عن طريق عملية اسمها الترانس امينيشن هو لطرق تصنيعه. هناخد اول عملية منهم الترانس امينيشن. فكرة الترانس امينيشن ان احنا هنجيب حاجة اسمها الالفا كيتو جلوتاريك اسد. هنبتدي نشغل عليها انزيم اسمه ترانس امينيز هيضيف عليها مجموع امينجروب هيحولها لحاجة اسمها الجلوتاميت. الجلوتاميت دي احنا قلنا ان عملية الترانس امينيشن دي عمل فالجلوتاميت دي ممكن تتحول لالفا كيتو جلوتاريت عن طريق حاجة اسمها جلوتاميت دي هيدروجينيز طب احنا قلنا الجلوتاميت كيتوني قاسق جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك احنا قلنا ان هو كيتوجينيك لان الالفا كيتو جلوتاريت المكون الاساسي للجلوتاميت ده مركب وسطي في دورة كريبس اللي هدفها الاساسي تكوين الجلوكوز تاني طريقة معانا للتصنيع بنصنعها من حاجة اسمها الجلوتامين عن طريق ان احنا تصنيع الجلوتاميت من الجلوتامين والجلوتامين من الجلوتاميت دي عمليه عكسي فاحنا في الاول هنبص على الفا كيتو جلوتاريت هنحوله لحاجة اسمها الجلوتاميت والجلوتاميت ده هو هنضيف عليه NH3 مش NH4 خلي بالك NH3 هتحوله حاجة اسمها الجلوتامين وعشان نحول الجلوتامين لجلوتاميت هنشير منه NH3 طب ايه هو اللي بيديه في ال n h s re حاجة اسمها؛جلوتامين سينسيز طب ايه هو اللي بيشيل لгорائق بس الجلويتاميت بيقدر يتحول لمركب تاني او نيرووووووووووووكى و قلنا وظيفته انها بيوقف نقل الاشارات بسرعة الى العضلات لمنع هدوث كونفالجر تعالنا نتكلم عن الوظائف بتاعته اول حاجة كونفرجل من الجلوتامية لجلوتامين بيساعد في ريموفل الامونية انزابرين والليفر انت عندك دلوقتي نسبة امونية عالية فحنا عشان نشيلها من الجسم هنحول الجلوتاميت هنضيف عليه الان اتش سري هنحول الجلوتامين فتخلصنا من الان اتش سري كتير اللي موجودة في الجسم تالت طريقة معانا بنصنع الجلوتاميت من امينو اسدز كتير زي الارجينين الورنيسين البرولين والهيسي دي والهيسي تدين والعملية دي عاملية عكسية على فكرة اهمية الجلوتاميت الجلوتاميت بيخش في تصنيع حاجات وكمان بيخش في تصنيع الكلوتينج فاكتور صلي على النبي بيخش في تصنيع اول حاجة اسمها امينو اسدز زي الارجينين الورسينين البرولين والعملية دي عمليات عكسية يخش فيها باني حاجة تصنيع الجلوتامين عن طريق انزيم اسمه الجلوتامين بيخش في تصنيع حاجة اسمه الجلوتوميت بالاضافة ان حاجاك جلوتويلو تزيد حلاذ سيد Phew! و هقل اياه بيخش فيها بتصنيع حاجة اسمه ncre SyriaSense番 لان اسيتايل الجلوتامين داي يعني انت عند الجلوتام geriSense番 لون اسيتايل الجلوتامين ترح على كرباميل فسفيت سينسيز 1، ده أنزيم الانزيم ده مهم في تصنيع اليوري يعني دلوقتي الجلوتاميت تحاول الاسيتال الجلوتاميت اللي بيعمل كافكتور او اكتيفيتور منشط للكارباميل فوسفيت سينسيز اللي بيستخدم في تصنيع اليوريا الجلوتاميت بيخش به رقم خمسة اللي هو الجابة او الجاما امينو بيتارك اسد الجاما امينو بيتارك اسد او الجلوتاميت اسف بتحول لجابة عن طريق انزيم اسمه دي كاربوكسليس ويستخدم فيه كو انزيم اسمه بي البي 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 دي الصورة الاكتيف من الفيتامين بي 6 وبالتالي انت لو حد مش عنده فيتامين بي 6 مش يبقى عنده جابة وبالتالي هيحصل له كونفالجن لان احنا اتفقنا ان الجابة دي انه باتري نيورو ترانسيميتر دي الصورة بتوضح عملية تحاول الجلوتاميت الى جابة اه في وجود بي البي اللي هو فيتامين بي 6 بس اكتيفيتد واحنا قلنا وظيفة الجابة انه باتري نيورو ترانسيميتر بعد كده الوظيفة التانية للجلوتاميت انه هو بيخش فيه تصنيع الكولوتينج فاكترو اللي هما رقم اثنين رقم خمسة رقم تسعة رقم عشر وكمان اه اللهم صلى الله عليه وسلم بركة حسنا محمد المسؤول عن الاكتيفيتشن بتاعهم واكتيفيتشن الكولوتينج فاكتور دي اللي هو الجابة طبعا الكاربوكسيليشن الكلام ده كله بيتم عن طريق الكاربوكسيليشن فيتامين كي انت عندك دلوقتي فيتامين كي عملتله ريداكتيز يعني ضفتله اتشتوت ووضيفنا عليه جولوتاميك اسد هيتحول الجولوتاميك اسد لجابة جاما كاربوكسي جولوتاميك اسد والفيتامين كي هيتحول لأكسايد العملات دي كلها بيوقفها حاجة اسمها الانتيكواجيلانت اللي هو الورفارين يعمل كانتيكواجيلانت يعني مضاد للتجلط ده خلنا في تاني حاجة اللي هو الجولوتامين الجولوتامين اتفقنا انه نانسينشن لانه جاي من الجلوتاميت الجلوتاميت جاي من الفا كيتو جلوتاريت الفا كيتو جلوتاريت ده مركب اساسي في دورة كريبس نحن نزل بنسه شرحين الراسمتين الحال فامشان اشيرتهم ثاني ونعمل نت есть تصنيع بعض الامينو اسد اسد زي الاسبرجين واحد بنصنعهم الاسبرطات بيقوش في تصنيع البيورن بد تحول الجولوتامية لجلوتامين مهم جدا لازالة الامونيا لان بدأ مسأكد انتفقيص الاسبرتitor عندما يكون لديك أسيدوزيس يعني إيه كلمة أسيدوزيس؟ يعني ch Atlanta with He separately عندك زيادة أيانات ثيادة في جسمك فبتعمل التأم MAY Asidoes يعني أسيدوزيس ضيادة الحمض في الجسم ف عنا عشان نتخلص من ال H D اول بأول هنبتدي نحاول الجلوتاميت لجلوتامين طب متحويل الجلوتامين لجلوتاميت متحويل الجلوتامين لجلوتاميت بيبتدي يطرد أو بينتج عنه NH3 طب هنعمل ايه في ال NH3 قالك يا بشا ال NH3 دي مش مستقرة فهنحط عليها ال H اللي فضلة اللي احنا عايزين نشيلها وناخدهم الاتنين هلاء بالكده على كدني ومن كدني على البول على طول طب هل الجلوتامين ده جلوكوجينك ولا كيتوجينك هو جاي من الجلوتاميت الجلوتاميت جلوكوجينيك لانه جاي من الالفا كيتو جلوتاريت فبالتالي هو جلوكوجينيك اه اتكلمنا عن الجلوتاميك اسد ده نون اسسينشيال الالفا كيتو جلوتاريت بيتحول لجلوتاميت عن طريق عملية اسمها الفايتامين بي سكس ديفيشنسي يؤدي الى الكنفولجن الكنفيرجن بتاعت الجلوتاميت تو جلوتامين امبورتنط ميجنزم الامونيا تعال نخش على آآ ثالث حاجة معنا اللي هو الاسبارتك اسد دهو بيتكون الاسبارتك اسد من حاجة اسمها اجزالو اسيتيت هنعمل لها عملية الترانس امينيشن الترانس امينيشن دي هنضيف مجموعة آآ آآ آمين جروب عليه فيكوني لحاجة اسمها الاسبارتك اسد او الاسبارتيت نفس فجرة الالفا كيتو جلوتريت ما نحوله لجلوتاميت الطريقة التانية كانت خياروبا عرفها منحاول الاسبارتك اسم الاسبارتكة للاسبارتت انه نحن نضيف الاسبارتك على حاجة اسمها جلوتاميت ونشغل عليه انظيم حاجة اسمها بيكوني لحاجة اسمها الاسبارتك الاسبارتك اللي بيتحاول عن طريق ان fehimi اسمه الاسبارتكي ناز تτίف اسبرتيت اسبرتك اسد غلوكوجينيك ولا كييتوجينيك اسبرتك اسد ده غلوكوجينيك لأني مكون اساسي منه اللي جزاء له اسيتيت اللي يعاد مركب وسطي في دورة كريبس دورة كريبس هتف الاساسي هو انداج الجلوكوجينيك الفنكشن متعته 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 يخش في تصنيع الامانونجروبز الاسبرجين من اسبرتيت والبايورين ويخش في تصنيع اليوريا من حاجة اسمها اخر حاجة معنا اللي هو الاسبرجين نان اسنشل بنصنع من الاسبرتيت عادي جدا نلسه نتكلمين عليها والتفاعل ده تفاعل عكسي رايح جاي يعني بيخش في تصنيع البروتين بما انه حمد اميني بيخش في تصنيع الاسبرتيت هو جلوكو جينيك ولا كيتو جينيك هو جلوكو جينيك لانه جاي من الاسبرتيت اللي هو جاي من الاسبرتيت هو بيقول لك هنا بيخش في تكوين البيورينو وبيراميدين تعال نحل السؤال ده اللي هو حاجة اسمها الاسبرتك اسد اخر حاجة معنا كده وصلنا نهاية المراجعة ولو في اي مشكلة ارجع للفيديو الأصلي ولو في اي مشكلة بالفيديو الأصلي ابعتلينا على البيج وان شاء الله نرد عليك.